لعلك تملك الإجابة عليه إلى متى يستمر الوضع الأمني في ديالة خارج سلطة الدولة كما وصفته ولمصلحة من يحدث ما يحدث تحية لكم ولمشاهدين وضع ديالة بالحقيقة هو قنبلة موقوتة وهناك معاول لحفر خنادق طائفية سرعان ما يتمترس بها جيوش من أجل صراعات تقسم المجتمع العراقي وترجع الناس إلى منطقة لا يريد العودة إلها أي كل العراقيين وضع ديالة خارج سلطة الدولة والدليل على أنه خارج سلطة الدولة الانتهاكات المستمرة بديالة ليس عملية مفاجئة اليوم هذه خلال فترة السنتين الأخيرة سنة ونص الأخيرة تكررت عمليات إرهابية وكلها يقف خلفها دوافع طائفية أو يقف خلفها تفسيرات وتأويلات طائفية وانحيازات طائفية مو من المعقولة أن تستمر ديالة بركان طائفي ممكن يهدد السلم الأهلي والأمن المجتمعي بهذه الصورة الآن قبيلة بني تميم في محافظة ديالة في نفس المنطقة بالمقدادية تعرضت هذه الحادثة الثانية خلال فترة قصيرة لعمليات مجازر بالحقيقة إرهابية هذه المجازر يراد منها تكريس الانقسام المجتمعي بين المواطنين بين العشائر العربية الموجودة هناك الناس تسعى والقبائل والعشائر وجميع المواطنين في محافظة ديالة يتطلعون إلى أن تكون هذه المحافظة ممسوكة من قبل القوات المسلحة النظامية ويتطلعون أن تكون الأجهزة الأمنية مسؤولة على مسك الأمن ومسؤولة أمام القضاء ومسؤولة أمام القانون ليس من المعقول تقتل كل هذه الأرواح قبل فترة أيضا في قرية من قرى كانت هناك مجزرة بحق قبيلة العزة وحق غيرها هذه المجازر كلها جاي تريد تأشر إلى تحريك الشارع طائفيا خصوصا أنه هي مو بمعزل عن خطاب طائفي تم تسويقه في الزيارات قبل فترة أيضا شهدنا بعض المحاولات لتأجيج الطائفية مثل ما أشارها السيد مقتدى الصدر في تغريدة إلى حول شتم الصحابة وأم المؤمنين عائشة مثلا في منطقة الأعظمية أو العكس تماما أيضا موجود هناك خطاب طائفي يراد تحريكه في العراق فأنا أقول بشكل واضح وصريح إذا كان بعض الأحزاب والقوى السياسية أفلست انتخابيا وتشعر بأن الانتخابات جايتها وما أمامها وسيلة لتقديم نفسها للشعب انتخابيا حتى تجمع أصوات إلا العودة إلى الحروب الأهلية والصراعات والقتل والخطف وتهديد الأمن وانتهاك الدستور والقادون وقتل المواطنين العراقيين الأبرياء على أسس عنصرية وطائفية فينبغي أن تكون الدولة محاسبة هذه القوى السياسية يجب أن تمنع من المشاركة لا يمكن أن تستمر دماء العراقيين تهدر بهذه الطريقة البشعة مقابل أن يحصل بعض الأطراف على أصوات في صناديق الاقتراع أو أن يستمرون في الحكم هذا فشل يجب أن تتحمل مسؤوليته الجزء الأمنية في محافظة ديالة إضافة إلى السلطات المحلية